اشتركوا في القناة تشغيل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المملكة وأكدت سعادة الأستاذ الأنصاري خلال الاجتماع أن مملكة البحرين عبر المجلس الأعلى للمرأة تول اهتماما كبيرا بعمل الهيئة كمنصة وقاعدة عالمية تساهم وتدعم الدول في ترسيخ ثقافة ومبادئ تكافؤ الفرص والتوازن والمساواة بين الجنسين بآليات واستراتيجيات وخطط عمل مبتكرة وشاملة وأشادت بتوجهات الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2022-2025 والتي تهدف إلى تمكين جميع النساء والفتيات وضمان حصولهن على كامل حقوقهن الإنسانية لبناء عالم تسوده المساواة بين الجنسين مؤكدة استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتبادل الخبرات والإرشادات مع الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية التي تضمنتها هذه الاستراتيجية ومن جانبها نوهت سعادة الدكتورة سيمة بحوث بجهود مملكة البحرين الداعمة للمرأة مؤكدة أن تجربتها تعد مثالا يحتذا به في تحقيق التوازن بين الجنسين مشيرة في هذا الصدد لعلاقات الشراكة والتعاون ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم وما أثمر عنها من أدوات وآليات وخطط وأطور عمل مبتكرة ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ترجمة نانسي قنقر